كده فتح الزيات عام 1995 نتكلم هنا عنده مسيرة هو أو عندي نص وقلت المسير أو النص ده قبل كده قد يكون مقولة قد يكون حاكمة قد يكون أبيات شعرية قد يكون رأي قد يكون تقرير اتفقنا على الكلام ده واتدربنا عليه طيب أن التجهيز والمعالجة المعالجة الأعمق للمادة المتعلمة معنية توظيف أكبر للجهد العقلي واستخدام شبكة أكبر من الترابطات المتعلمة والمعرفة الماسلة في الزاكرة الأمر الذي يؤثر يعني بيسهل التذكر يعني استرجاع المعلومات أو الاسترجاع اللاحق له نستخلص من التأكيد السابق أحد مبادئ التعلم الجيد وهو مبدأ من أول نستخلص ده هنا بقى مطلوب السؤال وانا خد مبادئ للتعلم الجيد متعددة خلنا الدفعية وخلنا التعزيز وخلنا الممارسة والدور الإيجابي للمتعلم بالإضافة لقابلية التعلم للانتقاد هنعرض للأربع بدائل أو للأربع محيرات أو للأربع مشتتات التعزيز والتغذية المرتدة الدور الإيجابي للمتعلم الممارسة المجدية قابلية التعلم للانتقاد أربع بدائل أولهم التعزيز والتغذية المرتدة الدور الإيجابي المتعلم الممارسة المجدية قابلية التعلم للانتقاد أرجع لعندي هنا المسير أو النص في البداية وجهد عقلي واستخدام شبكة أكبر من الترابطات المتعلمة والمعرفة الماسلة في الزقرة يعني أنا هنا بهتم اهتمام كبير بنشاط المتعلم وكل ما المتعلم أو الطالب يبزل جهد كبير في استعاب المعلومات واللي هو يكون تعميمات أو ارتباطات كل ده ما بيخلي فيه سهولة فيه استرجاع المعلومة وسهولة أيضا فيه تذكرها طبعا أنت لما بيهتم بالنشاط الإيجابي للمتعلم يبقى طبعا هنا ده مبدأ أساسي من مبادئ التعلم الجيد ألا وهو الدور الإيجابي للمتعلم ما تنساش اللي احنا اتفقنا كل مكان تعلمك أو كل مكان لك إيجابية في التعلم كل مكان تعلمك أكثر إيه؟ أكثر جودة ويمكن دي نقطة أساسية احنا ربطناها في تطبيق من أحد التطبيقات التربوية لنظرية تجهيز ومعالجة المعلومات اللي هو عندي فيه السؤال أو في المسير أو النص بيدور حوالين الاهتمام بنشاط المتعلم وبالتالي نستخدم بالتأكيد السابق أحد مبادئ التعلم الجيد وهو مبدأ طبعا الدور الإيجابي للمتعلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة